بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا أثنتين وأحييتنا أثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا ربنا أمتنا أثنتين وأحييتنا أثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرته وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم باردون يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذغوني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصلكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأ بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم مثل دأ بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة وما سيرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار 111. فستذكرون ما أقول لكم 112. وأفوض أمري إلى الله 113. إن الله بصير بالعباد 114. فوقاه الله سيئات ما مكروا 115. وحاق بآل فرعون سوء العذاب 116. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 117. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 118. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء 119. للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 111. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 112. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 113. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 114. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 115. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد 116. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد 117. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب 118. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم 119. قالوا بلى 110. قالوا فادعوا 111. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 112. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 111. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 119. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار 110. ولهم اللعنة ولهم سوء الدار 111. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 112. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 113. هدى وذكرى لأولي الألباب 114. هدى وذكرى لأولي الألباب 115. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإلكار 116. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإلكار 117. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 118. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير 119. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء 111. قليلا ما تتذكرون 112. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 113. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 114. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 115. إن الذين يستكفرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 116. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 117. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 118. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 119. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو 119. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو 110. فأنا تؤفكون 111. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 111. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 112. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم 113. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم 114. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات 114. ذلكم الله ربكم 115. فتبارك الله رب العالمين 116. فتبارك الله رب العالمين 117. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين 118. الحمد لله رب العالمين 119. الحمد لله رب العالمين 111. الحمد لله رب العالمين 119. الحمد لله رب العالمين 129. 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 الحمد لله رب العالمين